على واشنطن أن تعترف بأن الميليشيات في العراق ليست مجموعات منعزلة عن السلطة ومؤسسات الدولة وإنما هي التي تمتلك قرار السلطة وتحرك المؤسسات على الحقيقة بهذا الوصف رأت مجلة فورينبوليس الأمريكية أن محاولات الإدارة الأمريكية تفريق بين الميليشيات وبين السلطة السياسية ومعاملة كل منهما بطريقة مختلفة لن يؤدي إلى معالجة أي أزمة من أزمات العراق تفصل المجلة الأمريكية أكثر وتقول إن الميليشيات ليست منظمات عسكرية حصرية يمكن عزلها عن الشبكات السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الأديولوجية الأوسع التي تعبر الحدود الحكومية وغير الحكومية فالعديد من الميليشيات لديها أحزابها السياسية الخاصة التي تنشط في البرلمان والحكومة وتؤكد للمجلة أن نفوذ الميليشيات سمح لها بالاستفادة من خزائن الدولة العراقية والتمتع بالإفلات من العقاب بسبب خضوع القضاء لها لذلك ترتكب ما تريد من جراء ما دون أي مبالاة ولكن من الذي سمح للميليشيات بسيطرة على الدولة العراقية؟ تحمل مجلة فورين بوليسي الإدارة الأمريكية المسؤولية عن ذلك لأنها سمحت في دمج الميليشيات بالحكومة ففي السنوات التي تلت الغزو الأمريكي تم دمج ميليشيات بدر وجيش المهدي التابع للتيار الصدري وآخرين في الإدارات الحكومية بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية فضلا عن جهاز الأمن الوطني وكل ذلك كان يجري تحت نظر الإدارة الأمريكية ورعايتها أمام هذا الواقع تؤكد فورين بوليسي أن واشنطن أثبتت عجزها عن معالجة المصادر الحقيقية لقوة الميليشيات والتي لا تكمن في البنية التحتية العسكرية فقط بل في الهياكل الاقتصادية والسياسية في العراق والشرق الأوسط فإذا كانت هناك نية لإنهاء خطر الميليشيات فلابد أن تبدأ من إيجاد تغيير جذري في الحالة السياسية العراقية كما تذكر الصحيفة اشتركوا في القناة